أفكار من المنذوبية السامية للتخطيط على أي أساس يتم استدعاء المترشحات والمترشحين للمقابلات يتم مترشب المقابلات التفاوي المعدل التكوية الحضورية على أساس الأولوية للمرشحات والمرشحة الذين أكملوا جميع الوحدة التدريبية الناس الذين سألوا الوحدات بثلاثة هم اللي غيروا عاوضوني من الأولى ولكن رو خمسا ما أكملتش الوحدات اللي سألت الوحدة الأولى غيرت تصدبك لأنه قال لك ويلايهم من أكملوا الوحدة الأولى حسب ماذا تقدمت وحدة المتبقية يعني لسألت الوحدة الأولى وسألت الوحدة الثانية أو لا يلا بدتي في الوحدة الثانية قدروا يعيطوك ذلك الشيء لشرط للبال أنك تراجع الوحدة الأولى مزيان لأنهم على حسب ما كنظن أن الناس اللي كانوا طالبين في ذلك الجهة بزيف ضون كراءة وخام تكون مازال ما سألتش الوحدة الآخرين غادي حاولوا تصلبك طيب من الأحسن أنكم لسألت الوحدة الأولى راجعوها مزيان دوزل الوحدة الثانية خدموا فيها توية ومن الأحسن أنكم وخدوزوا الوحدة الثانية والوحدة الثالثة غير الوحدة الأولى راجعوها مزيان لأن الأسئلة اللي كيتحطوا غالبة الأسئلة اللي كيتحطوا في الوحدة الأولى يعني كيكونوا في الوحدة الأولى أما الوحدة الثانية قليل فيك التحط من ناشي حاجة من بين الحواجة كيتحطوا فيها المهام لكي يقوم بهم المراقب أتمنى لكم التوفيق وما تنساوش أنكم تراجعوا الوحدة لأن في أي لقطة قد رعايتوا لكم إلا كنتوا مازال مدوز